رفقت كاميرا الحرة أجهزة الأمن في الإمارات ونقلت سير عمليات شرطة دبي في مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 في مناطق الأعمال التي تنتشر في أنحاء الإمارة وتعد فئة مهمة وكبيرة العدد ساحة الحرب ضد كورونا مفتوحة ومنذ احتدام المعركة في العالم مع الفيروس دخلت شرطة دبي جبهة مواجهة انتشار كوفيد 19 في أنحاء الإمارة كثفت من دورياتها ولا تزال في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد تفشي الوباء وصلنا هنا إلى إحدى المناطق الرئيسة في إمارة دبي وهي منطقة جبل علي الصناعية التي تسكن بها أعداد كبيرة من العمالة النقيب علي الرمسي كيف تركزون عملكم منذ بدء الأزمة هنا في هذه المناطق العمالية؟ طبعا يتم التركيز على المناطق العمالية لأنها تعتبر جهة مهمة ومناطق فيها كثافة كبيرة فيتم تثقيف الجمهور وتوعيتهم بالتدابير الاحترازية الموجودة هذه الخوذة الذكية التي نشاهدها تم استخدامها والاستعانة بها من قبل شرطة دبي في خرجاتها وفي دورياتها الميدانية هذه الخوذة تقيس درجة الحرارة لدى الشخص الخوذة الذكية هذه أيضا لجأ إليها أمن المواصلات في شرطة دبي لقياس حرارة مستخدمي النقل العام خلال أزمة كورونا بعدها صاهمت في حفظ سلامة رجال الأمن الموجودين في الميدان نواصل جولتنا متجهين إلى سكن العمال وهناك ترصد عيون الشرطة خطر الإصابة بفيروس كورونا في عودتهم إلى سكنهم هنا تجري عملية قياس درجة حرارتهم قبل دخولهم إلى السكن العمالي وزارة الداخلية والقيادة العامة في شرطة دبي لن تتوانى في ظل الجائحة الحالية في استعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع على مدار أيام وأسابيع أزمة كوفيد 19 تكثفت حملات تعقيم مرافق سكن العمال هنا كما تم تطهير وسائل النقل الخاصة بهم شرطة دبي شنت حملة لا تشيلون هم وركزت على نشرات توعوية بعدة لغات لهؤلاء العمال وهم من جنسيات مختلفة تنصحهم فيها بإرشادات طبية وكيفية حماية أنفسهم من العدوى بكورونا مصطفى سوكحال الحرة دبي